مطش السوبر الإفريقي بين الأهل والزمالك لن يتأثر بأي قرارات متعلقة بترخيص الأندية أنا بقل لكم معلومة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القضاء مباراة الأهل والزمالك في السوبر الإفريقي لن تتأثر لن ولم تتأثر بملفات رخص الأندية السوبر الإفريقي ليس من ضمن البطولات اللي بتغضع أو ضمن نطاق خضوع البطولات والأندية ده لوائح الترخيص كلام ده من مسؤولين هم اللي بيحطوا اللوايح وهم اللي بياخدوا القرارات وهم اللي عارفين الموضوع كله من إيه تزد ده كلام مؤكد يعني بس حرصا على البيانات والملفات عندي رد بالليحة وعندي تصرحات رسمية وعندي تصرحات بالصوت وعندي تفاصيل كتيرة السوبر الإفريقي بالأهل والزمالك ده كلام نهائي ومؤكد والفترة الجاية اتخذ فيه قرار عشان اقامته في الفترة الجاية وتحديدا المباراة دي هيبقى فيها أرقام تسويقية لعلى مستوى والاتجاه الأقرب أن تتلاقيه في منطقة الخليج العربي والعرض المقدم للاتحاد الإفريقي عشان يتخذ بيه قرار عرضي كبير جدا والنادي اللي هيفوز بالمباراة دي ممكن يوصل جايزة الفوز بالسوبر من خمسمائة ألف دولار لمليون دولار أرقام يعني غير طبيعية والمباراة في شهر تسعة بعد مباراة الدوري التمهيدي اللي الثاني المطش في شهر تسعة عشان كده قيمة الأل الإفريقية مهم جدا لها تتسجل قبل 31 تمانية يكون فيها كل الصفقات الجديدة ده جانب متعلق بالسوبر الإفريقي تعالوا بقى الملف الترخيص الاتحاد المصري يبعت للاتحاد الإفريقي قالوا أنا عنده مشكلة في ملف الترخيص فمحتاجين مد لمدة خمس أيام فحصل مد اليوم الجمعة اللي جاية يوم خمسة سبعة وعلى فكرة هنا القرار مش قرار الاتحاد الكورة قرار المد وقرار أن الاتحاد الإفريقي يبص للملفات ويقتنع بالمد هو قرار لجنة الترخيص في الاتحاد الإفريقي وعلى هذا الأساس السيستم الإلكتروني اللي بيتسجل في البيانات وده حصل خلاص قبل 22 ستة ودلوقتي فيه مراجعة وفيه مهلة لاستكمال باقي المعلومات والبيانات آخر معاد لها الجمعة الجاية بعد الجمعة الجاية ما فيش مد تاني ولكن فيه أندية عندها مشاكل مش نادي واحد بدون ذكر الأسماء يعني فيه أندية عندها مشاكل وفيه أندية خدت رخصة واحتمال كبير احتمال كبير يكون فيه مراجعة الفترة اللي جاية فيه أندية خدت رخصة واحتمال الفترة الجاية يكون فيه مراجعة تاني لأن فيه جهات قدمت شكاوي وأنا جات لي إيميالات بالشكاوي دي على فكرة فيه أندية أو فيه جهات قدمت شكاوي فيه ملفات عدة أندية مش نادي واحد يعني الزمالك لسه ما خدش الرخصة وفيه أندية خدت رخصة في جهات قدمت شكاوي في رخص بعد الأمدية عشان كده المادة حصل ليوم الجمعة اللي جاية لأن في ردودها تحصل وفي ملفات لو ما اتخذش فيها قرار وفضل في تعانط في اعتماد رخص ولسه فيهاش قرار في مراجعة ممكن الموضوع يروح للجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي فالملف ده شائك وفيه تفاصيل كتيرة فالملف لسه مفتوح لغاية يوم الجمعة اللي جاية